وتحكي لنا أم أم سماعة بنت أبي ره قالت شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يفع إذ أكمل الخامسة من سين قالت عند رأسها في وقت موتها وهم راجعون من المدينة قربوا على مكة ولكن عاد بقي مسافة في الأبواء قالت رأيت عند رأسها وفي مريضة فنظرت إلى وجه أم قالت باراك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمامي نجى على أبو عبد الله تقولوا يا ابن الذي من حومة الحمامي نجى بعون الملك المنعامي فودي غداة الضرب بالسهامي بمئة من إبل سوامي إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنامي من عندي ذي الجلال والإكرامي تبعث في الحن وفي الحرامي تبعث بالتحقيق والإسلامي دين أبي كالبر إبراهامي تبعث بالتخفيف والإسلامي ألا تواليها مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصحام ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكري باق بقي ذكرها بمحمد وهو الذكر الباقي يتجدد بعد قرون من تلك الساعة ومن تلك الوفاة وأنا ميتة وذكري باقي وقد تركت خيرا وولدت طهرا قالت ثم ماتت أبعد هذا يتقول متقول على آمن أو يشيء بنا بآمن أمو من آمن إن لم تمن آمن فلا آمن في المحشر أحد فلا آمن يوم المبعث أحد في الفن ، لم تكن أوه هنا سعى أوه هناك آمن nghĩة